رحمه به نسعين أهلا وسلام طلابنا العزاء في درس جديد من دروسكم اللغة العربية إن شاء الله اليوم سنكون معكم في درس الثالث دراسة النص من يوميات سجين كردي طبعا سنقرأ النص إن شاء الله معا سريعا في يوم الثالث من وصولنا إلى الموصل طبعا في الفصحة موصل وليس الموصل إلى الموصل نقلنا إلى السجن المدينة المركزي وكان علينا أن نقيم في زنزانة الزنزانة حجرة ضيقة في السجن يعني نحن فهمنا أن الزنزانة بمعنى السجن لا حجرة صغيرة جدا ضيقة في السجن مخصصة للمشبوهين والمحكوم عليهم بالإعدام أو للسجناء الخطيرين ومنذ الليلة الأولى اشتاحني القمل القمل هذه الحجرة صغيرة العنيد الذي أجبرني على أن أحك جسدي حتى الصباح وعند شروق الشمس ذهلت وأنا أرى أرتال أرتال بمعنى جمع الرتل أي أرتال جمع الرتل كثير من القمل المطارضة تجري على قميص على قميصي فتركز اهتمامي الأساسي في قتل القمل فكنت أضع بين ظفري إبهام إبهام هذا ظفري إبهام هكذا ظفري إبهام وأضغط عليها وكان الصوت الناتج من سحقها يمنحني متعة غريبة وكنت أعتقد أنني أصرع بهذا العمل أعداء الشعب الكردي الذين تسببوا في شقائي كنت أتخيل نفسي أحيانا أطلق نيران الرشاش على رؤوس الجلادين السجانين الذين كانوا يضربون الأبرياء بالصيات دون شفقة أخبرني والد زوجتي أن محامين كردا في الموصل مثلوا أمام السلطات المختصة للدفاع عنها أمام المحاكم إلا أن هذه السلطات منعتهم منعا باتا من الاتصال بنا وبعد أن رفضت السلطات القضائية والإدارية في الموصل المحاكمة عزمت أي قررت لكن قرار حاسم نهائي عازم جزم عزمت على الإضراب عن الطعام أي ابتعاد عن الطعام فلم أذق خلال عشرة أيام أي طعام غير أن مدير السجن قال لي بلهجة رحيمة أشفق على شبابك فإذا تابعت السيرة في هذه الطريق فإنك ستواجه الموتى المحتم أو المرض العضال العضال معناه المرض الذي لا يرجع شفاءه أو المرض بدون دواء تمام فلذلك أنا ربما لسنا مئة بالمئة مع فكرة الناس لكن هو منهج على أي حال من الأحوال عليكم أن تحفظوا الكلمات معاني الكلمات الواردة وأيضا أطالبكم بحل اشتاحني القمل والمطراضة ما معنى تمام هذا واجب عليكم وأيضا ما المشكلة الأولى التي واجه السجن في ليلة الولى فقط هذا بدون ألف تمام وأيضا ما المشكلة الثانية التي اعترضت السجن في الموصل فقط هذا بدون ألف تمام وأيضا فائدة في أدب اليوميات اليوميات يسجل الكاتب يوميا أبرز الأحداث التي تواجهه وتسمى اليوميات أيضا أو المذكرات فقط هذا المطلوب منكم إن شاء الله والدرس القادم إن شاء الله نأتي إلى الوحدة الخامسة فبذلك ننتهي من الوحدة الرابعة ونمتحن الانتحان كامل في هذه الوحدة إن شاء الله نلتقي بكم في درس جديد والسلام عليكم